تعرضت مناطق واسعة في ريف إدلب فجر اليوم لقصف بالصواريخ والمدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام وطال القصف بلدات خانشيخون واسكيس وتمعنى في ريف حلب الشمالية أو في ريف حماء الشمالية وفق ما ذكرته مصادر ميدانية وقال ناشطون ميدانيون إن طائرات حربية روسية شنت غارات متتالية على بلدتين رمحمدان ومعرض مصرين بريف إدلب الشمالية في خرق للهدنة الإنسانية الموقعة قبل شهرين والتي تقضي بوقف إطلاق النار والقصف في المنطقة وأصفرت الغارات عن إصابات في صفوف المدنيين وألحقت دمارا كبيرا في الممتلكات